و أخيراً لعبة هونكاي ستار ريل نزلت ممكن البعض أول ما يشوف اللعبة يقول هم هذي كأنها لعبة بطاقات بس الهونكاي امباكت و هي فعلاً زي كذا لا عمزح لأنه الإجرافكس والكونبوات و كمية الأشياء اللي تقدر تسويها بالقتال ممكن تخلي هذي اللعبة واحدة من أفضل العاب هويوفيرس و كل شيء أضح بالعنوان يا شباب لا تسوا لاكتشتراك وتصالوا عنا بها الفضلصات والسلام و خلونا نبدأ أوكي أول شي عندنا كاتسينة القصة و شيء مهم لازم تعرفون عن هذه اللعبة يا أخوان بينها اللعبة تعتمد بشكل تقريباً شبه كلي على القصة أوكي يا أخوان شرح للقتال على السريع أول شي عندنا هذا النجوم اللي تحت على اليمين هاي النجوم تحتاج علشان تقدر تستخدم الـ E اللي هي المهارة الأولى تبعت الشخصية كيف تحصلها من ضربات النورمال أتاك فمن مختصر النورمال أتاك رح تكون نفس حدث البطاقات تحتاج تسويها علشان تقدر تستخدم المهارة الأولى تبعتك و علشان تشحن الألتمت فخلونا نجرب الألتمت تبعتها شفتوا بالتريلر هذه لح تضرب الكلب المسدسات صراحة لأنو ميش نتبع الألتمت تبعتها مرة رهيب شفتوا بالت اللي هو ضعيف ضدها تضغط على هذا المكان فوق بعدين تروح على هذا المكان ومثل ما تشوفون هو ضعيف ضد أنصر النار والثلج وهذا أنصر الكوانتوم اللي هو أنصر الظلام فضروري يكون عندك واحد من هذه العناصر والشي الثاني المهم بأنه لازم تضر ببداية الفايت في واحدة من هذه العناصر مثلا الآن أنا ضربته بأنصر الظلام علشان يقل الدفاع ومثل ما تشوفون طلع لي إيه أنه الآن الدفاع ثبعه حصار أقل والجهة اللي فوق على لي صار توريك الأدوار اللي راح تيجي هل راح يجي دورك ولا دور الوحوش الحلو انك تستطيع تضغط الألتمت بأي وقت من القتال مادام فيه أنيميشن قدامك وما صار دورك أو دور الوحش تقدر بأنك تهبد على الألتمت على طول ورح تقدر تستخدمه زي كذا يقول لي اضغط الاسباء أليش ألتمت الألتمت صراحة مرة رهيب ويا سافر يا الألتمت والله يا حرقة والفلوس اللي طلعناه من قنشن حرق وكي مثل ما تشوفوني يا أخوان أنا يقول إنه ما عندي أي نجوم فكيف أحصل هذه النجوم بإني أسوي البيس أتاك اللي هو هذا اللي هو الزر الأكبر اللي يكون هنا على الجمب علشان تحصل النجوم وتقدر تستخدم المهارة الأولى تبعتك وكل مرة تضرب راح تشحن عندك الألتات أغلا نفقع ذول بألتمت كذا على السرية قبل ما يخلص الألتمت فرح نضربهم كلهم الثلاثة مع بعض إنه عما سورية يا أخوان شيعاً، يا أخوان لن أتاك بخير عادي أجل الولد لأنه على أغلب الشخصية الرئيسية مثل بغنشن هذا يجب عليك التنمي أخيراً دخلنا على البوس سنقوم بتنسل فكذا احتمال 90% انها راح تموت فلازم تلحق بسرعة وتعطيها شيلد وتحاول تنقذها بسرعة وقت كي تقدر تشوف معلومات عن الوحوش وعن الدمج اللي يقدرون يسوونه حتى المهارات أوكي والله شي مره ممتاز فلا راح اضرب الوحش بعنصر الفيزيكل لانه مكتوف فوق انه وضعي ضد الفيزيكل عشان حاول اكسر الدرع تابعه والشي الاسطوري انك اذا كسر الدرع الوحش حتى لو كان الدور عليه فرح يلتغ الدور تابعه لانه راح ينشل ويطيح على الارض فهذا الشي مره ممتاز يعني تقدر انك تلقي دور الوحوش بانك تكسر الدرع تابعهم اللي موجود فوق وانك برضو تزيد عليهم الدمج ونضرب الالتمت تابع هذا على السريع فانشوف الالتمت شاو صراحة هذا مره رايب سبعة وتسعين دمج سبعة وتسعين دمج اوكي صراحة لو كان الشيلد مكسور كان راح يكون الدمج اوكي اوكي كيف يستطيع أن يكون الدرع اوكي 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 تبعها تبع هذا مطر تبعها 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 أنا حاولا، وإن أمسكت للمحاولة أوه، أنا حاولا لن يجب أن نعطيك هزين و أكثر أكثر يا ربا يا ربا أريد أن أتسلموا على أفضل الملاحظة خيريكوبتر أتسلموا يا ربا أتسلموا لست مفتاح لست مفتاح يتركك الوحيد يتركك الوحيد تقدم الوحيد حوالات الوحيدة الوحيدة تدفع مدخلات الوحيدة تأخذ أن الوحيدة يستطيعون على دمس طريق مدخلات المشاكل يا فضلك يا فضلك يا فضلك ترجمة نانسي قنقر 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 تلاحظون أن السلاح تبعها هو سايف وأخيرا صار عندنا سلاح سايف بألعاب هويوفيرس فرح أجرب الإي تبعها وشوف كيف ترجمة نانسي قنقر 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 يجب كثيرام ترجمة نانسي قنقر اي مهارة موجودة قدامك لازم تحط لهذه الشخصية شيء لازم تسوي تفاعل لازم تضرب هذا البوس بالعنصر المعين علشان تكسر الدرع فاللعبة مرة حلوة ان شاء الله راح نزل عنها فيديوهات جاي وهذا بس كذا مقدمة لهذا اللعبة وفي النهاية في شيء مهم لازم تعرفه هو انك تستخدم كود RDH في متجر عزوز ستور علشان تدعمني اجيب كاميرا زي الناس ونطوروا المحتوى فايبي اخوان وكذا نكون صناعات المقطة رسول الله كل اشتراك والصلاة للنبي والصلاة للسلام وشكونا خير في فيديوهات القادمة peace out